ها هي شمس أول جمعة في رمضان أشرقت اجتمعت فيها روحانية الجمعة وفضل هذا الشهر الكريم في يوم واحد أدت فيها جموع المصلين صلاة الجمعة في جنبات المسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام لاستقبالهم وتوفير الأجواء الكفيلة بأدائهم لعبادتهم في راحة وطمأنينة تعاونت فيها العديد من الجهات الحكومية والأهلية المعنية وشهدت أروقة وساحات المسجد الحرام تظافر الجهود العاملين والاستفادة من التوسعة الجديدة للمطاف والحرص على تقديم خدمة نموذجية للمصلين وزوار المسجد الحرام والمعتمرين بتنظيم وتنسيق متواصل من قبل الرئاسة وأمانة العاصمة المقدسة والقطاعات الأمنية التي ساعدت على توفير الأمن لقاصد البيت العتيق الذين قدموا لأداء الصلاة والطواف والسعي وقراءة القرآن والذكر منذ ساعات الصباح الأولى وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والخشوع للإخبارية طلال الأزهري